موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي لا تغيظ ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله له الفضل وإليه يرجع الأمر كله الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا إخوة الإيمان في إطلالة جديدة على سورة الكهف المباركة وما أروع وما أمتع الترحال والتجوال والتطواف مع كلام الله تعالى وفي رحاب كتاب الله تعالى جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم آمين ثم أما بعد وتستمر رحلتنا يا إخوة الإيمان مع آيات سورة الكهف المباركة وبعد أن استعرضنا في الحصة الماضية المنهج القرآنية في الدعوة الذي يمازج بين التبشير وبين التحذير والتحذير القرآني من أهم مواصفات الكافرين وهي الجدال والعناد والاستهزاء بأهل التوحيد والاستهزاء بأهل الإيمان وختمنا حصتنا للأسبوع الماضي بدعوة كل المؤمنين والمؤمنات بثباتهم على مبادئهم وطاعتهم لله تعالى وصبرهم على الابتلاءات وعلى الضر في الدنيا وننطلق اليوم مع الآية الموالية وهي قول الله تعالى في سورة الكهف وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهِ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَى وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا صدق الله العظيم هذه الآية تحيلنا إلى لونا من الزجر الإلهي وإبراز فضاعة الجرم الذي يرتكبه كل كافر وكل مكابر وكل معاند وكل معرض عن الله تعالى قوله جل وعلا وَمَنْ أَظْلَمُوا هذه صيغة فيها تعجب وفيها استفهام وفيها تهويل كأنه يقول تعالى وهل يوجد ما هو أظلم وأقبح ممن ستكون مواصفاته ما يأتي ذكره ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ذكر بآية الله وبأحكام الله وبشرع الله وبمظاهر قدرة الله وبمظاهر أعجاز الله يذكر بكل هذا بإقامة الحجة وإقامة البرهان وإقامة الدليل ومع ذلك يكون من المعرضين والعياذ بالله وهذه الصيغة القرآنية ذكرت في مواضع أخرى ومن ذلك مثلا قول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم يوم القيامة عذاب عظيم هل هناك جرم أعظم ممن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ ممن يغلق بيوت الله؟ ممن يهاجم بيوت الله؟ ممن يحيد بيوت الله عن القيام بواجبها في المجتمع؟ واجبها الدعوي والتربوي والتثقيفي والأخلاقي واجب المساجد هو واجب عظيم يا أخوة الإيمان والمساجد هي القلب النابض في جسم هذه الأمة الحية يا أخوة الإيمان وما ينبغي أن تحيد المساجد عن مناحي الحياة فالمسجد هو الذي يأمه الجميع وهو الذي يوجه الجميع وجهة الخير وجهة العمل وجهة التراحم وجهة التقارب هو الذي يذكرهم بواجبهم في الدنيا ويذكرهم بواجبهم نحو الله تعالى وموضعا آخر قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبا وهو يدعى إلى الإسلام هو يدعى إلى الخير هو يدعى إلى الإسلام ولكنه يؤثر الظلال والغيى والعياذ بالله على الهدى والإيمان نعود للآية مجال بحثنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أي أعرض عن آية الله ولم يستجب لآيات الله وهذا نظير قول الله تعالى في موضع آخر فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى أي لا يظل في الدنيا ولا يشقى ولا يخسر يوم القيامة ومن أعرض عن ذكري الذي يعرض في الدنيا عن ذكر الله عن القرآن عن أحكام الله ومن أعرض عن ذكري ما هي عاقبته ما هي نتيجته ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى في الدنيا تكون عيشته عيشة ضيقة عيشة ضنكة كما نرى في أحوال كثير من الناس في الدنيا وكيف سيكون حاله يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى في ذلك اليوم العصيب في ذلك اليوم الرهيب الذي يحتاج فيه الإنسان إلى كل قدراته وملكاته حتى يستمسك في اليوم الذي تختلط فيه الأرجل وتتزاحم فيه الأكتاف يفقد بصره ولا حول ولا قوة إلا بالله ويستمر السياق القرآني فيقول الله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قد كنت بصيرا في الدنيا فلماذا أخذت بصري في أرض المحشر لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا أي في الدنيا فنسيتها أي أعرفت عنها نسيان إعراض ليس نسيان غفلة كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جعلني الله وإياكم من الآمنين في الدارين قوله تعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أي نسي ما قدمت يداه في الدنيا من الجرائم والأثام والمعاصي وكان حري به أن يتوب لله تعالى في الدنيا قبل أن يلقى الله وهو عليه غفبان يوم القيامة نسي ما ارتكب من الجرائم ومن الآثام نسي كم استهزأ بآيات الله وأحكامه ورسله نسي كم صد عن سبيل الله نسي كم أنفق من ماله في سبيل الصد عن سبيل الله في سبيل محاربة الحق في سبيل إعاقة جهد العمل والتنمية والإصلاح الاجتماعي هذا الإنسان الضال المظل سخر كل طاقاته في الدنيا للفساد والإفساد والعياذ بالله فحين سيأتي يوم القيامة ينتظره سوء العاقبة وسوء المصير قوله ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه سبحان الله نتيجة غيهم وأعراضهم واستكبارهم واستهزائهم عن الله تعالى حرمهم الله الهدى والتقى حرمهم الله أن يسمعوا وأن يتطعضوا حيث غلفت قلوبهم والعياذ بالله وحيث طمست أسماءهم والعياذ بالله وحيث طمست أبصارهم والعياذ بالله فهم لا يسمعون وهم لا يفقهون وهم لا يعتبرون وهم لا يقبلون نصحا قول الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة والأكنة هي جمع كن وجمعه كنانة وكن وكنانة والكنانة هي الغلاف ومن ذلك يقال كنانة السهام أي موضع ومخبأ السهام أي هذه القلوب والعياذ بالله لشدة عنادها وكفرها وأعراضها عن الله تعالى غلفها الران حتى أصبحت لا تفقه شيئا وهذا نظير قول الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والران هو القطيران الأسود والعياذ بالله عند كثير من أهل التفسير وورد في الحديث أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وخطيئة نكتت في قلبه نكت سوداء والعياذ بالله وإذا قام بعمل أو عبادة أو حسنة نكتت نكت بيضاء من نور الله والحمد لله حتى يصبح قلبه قال إما أبيض مشرقا متلألئا بأنوار الإيمان والطاعة وإما أسود مربادا كالكوز مجخيا والعياذ بالله قلب يغلفه القطيران الأسود والعياذ بالله أعود إلى قول الله تعالى حين قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقبل أن أتعاد بكم إلى مسألة الوقر الذي يصيب آذان هؤلاء الطغاة والظالمين والكافرين والمعرضين مسألة القلوب فيما يرويه الإمام أحمد بسند جيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج مزهر وهذا قلب المؤمن وقلب أغلف وهو قلب الكافر والعياذ بالله قلب مغلف بران والعياذ بالله القلب الأول القلب الأجرد الذي فيه سراج النور نور الإيمان ونور الطاعة نقى الله قلبي وقلوبكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في الحديث أو في جزء منه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويقول ربنا جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم فتعهدوا قلوبكم يا أخوة الإيمان نقوها من الشوائب قال أهل العلم ما معنى القلب السليم قالوا القلب الذي سلم من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن ينقي قلوبنا ثم بعد ذلك القلب الثالث هو القلب المنكوس المنتكس وهو قلب المنافق والعياذ بالله فقلبه مقلوب رأسا على عقب لماذا؟ لأن فطرته منتكسة لماذا؟ لأنه عرف الحق وأنكره فقد يكون الكافر لم يتوصل إلى الحق ولم يؤمن بالحق أما المنافق فإنه يعرف الحق ويعرف أهل الحق ولكنه ينصر الكفر وينصر أهل الظلال والقلب الرابع هو القلب المصفح وهذا القلب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمده مادة مادة إيمانا ومادة نفاق والعياذ بالله هذا قلب مع هؤلاء ومع أولئك يأخذ من الإيمان وأهل الإيمان ويأخذ من النفاق وأهل النفاق والعياذ بالله قال فهو للذي غلب عليه منهما كان النسبة المئوية كانت للإيمان أكثر فقلب مؤمن فيه ولكنه مشوب بالنفاق وإذا كان غلب عليه النفاق والعياذ بالله فهو قلب منافق فيه مظاهر إيمان وهنا تتنزل كثير الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فنقوا قلوبكم من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يرحمكم الله وكما قيل كل إناء بما فيه يرشحوا فإذا امتلأ قلبك أيها السامع الكريم بالإيمان أشع نورا على سائر الجوارح فلا ينطق اللسان إلا خيرا ولا تتحرك الأركان إلا بالخير بما يرضي الملك الديان وإن امتلأ القلب نفاقا أو كفرا أو حقدا أو انحرافا فإن سائر الجوارح تتبعه نحو السوء والعياذ بالله تعالى قال تعالى وفي آذانهم وقرا والوقر هو الصمم عفاني الله وإياكم أي هؤلاء القوم لا يعتبرون بعقولهم ولا يفقهون بقلوبهم وآذنهم عليها الصمم المعنوي وقيل غشاء يحجزهم عن السماع فأنت تخاطبه وترشده وتهديه وهو لا يسمعها كأنه لا يسمع عطل حواسه عن استقبال النصيحة والرشد والعياذ بالله ولذلك ذكر الله هؤلاء في موضع آخر من كتابه العزيز في سورة الأعراف يقول الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام هذا ما وصفهم ربي كأنهم كالأنعام قال لا بل هم أضل أولئك هم الغافلون غافلون عن الله عطلوا حواسهم التي وهبه الله إياهم حتى يعتبروا وحتى يتقبلوا هذه الدعوة الرشيدة قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ما دمت قلوبهم قد غلف هران وأذانهم وأسمعهم قد طمصت وبصائرهم قد ماتت وأعينهم حجبت عن الحقيقة أن لهم أن يؤمنوا وهذا نظير قول الله تعالى في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة والعياذ بالله فهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يعتبرون قوله تعالى في الآية الموالية وربك الغفور ذو الرحمة سبحانك ربي سبحانك ما أكرمك بعد كل ما مر معنا من الآيات بعد كل ما مرنا من ألوان الضلال والغي والاستهزاء بآيات الله ها هو الله تعالى بواسي رحمته يفتح أمام المذنبين أبواب الرجاء تبارك الله أحسن الخالقين وأرحم الراحمين نعم الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة الله تعالى يا إخوة الإيمان قسم الرحمة مئة جزء أنزل إلى الأرض جزء واحد وادخر تسعة وتسعين جزء من الرحمة ليوم القيامة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجزء من رحمة الله تتراحم منه كل الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها حتى لا تطأ وليدها وذلك من رحمة الله تعالى وينشر الله رحمته يوم القيامة على العباد فتبلغ آمادا بعيدة ورد في الحديث حتى يتطاول إبليس عليه اللعنة بعنقه يستشرف أن تناله رحمة الله تعالى اللهم اشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة انظروا إلى ذي الصيغة المبالغة ربنا ذو مغفرة وذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا أي لو يؤاخذ الله الكافرين بكفرهم والمحاربين لله ورسوله وآياته بحربهم والمعاندين والمستهزئين لو يعاجلوهم الله بالعقوبة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أي لو لا رحمة الله وصبر الله وحلم الله تعالى لعاجلهم بالعقوبة ولكن الله يمهل ولا يهمل وإن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر وإذا أخذه لم يفلت وها هو الله يؤخرهم لأجل لا ريب فيه ولذلك قال لن يجدوا من دونه موئلا لن ينفعهم أحد ولن يستطيعوا أن يمنعهم أحد فالأمر يومئذ لله وحده ثم قال وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا انظروا إلى هذه الإشارة وهو يحاور محاورة عقلية ومحاورة تاريخية موضوعية كأنه يقول لزعماء الشرك الوثنية أنتم تمرون بالأقوام السابقين الذين أهلكهم الله تعالى بالعذاب الأليم كقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم نوح وغيرهم من الأقوام الذين أهلكهم الله تعالى وأنتم تمرون عليهم صباح مساء في سفراتكم وتمرون عليهم بالليل وتمرون عليهم مصبحين أفلا تعتبرون كأن الله تعالى يقول هكذا أفلا تذكرون أفلا تعتبرون أفلا ترشدون قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا كان لهم موعد محدد حين حاق بهم عذاب الله تعالى فإياكم أن تغتروا بحلم الله وإياكم أن تغتروا بصبر الله سبحانه وتعالى ولكنه جعل أجلا لا ريب فيه سيجمع فيه الأولين والآخرين في يوم الجمع الذي يقوم فيه الناس للعرض الأكبر على الله تعالى كما مر معنا في الآيات السابقة وهكذا أيها المشاهدون الأفاضل نستكمل هذه الرحلة وهذه الجولة لهذه الحصة وأعيدكم أننا سنستكشف في الحصة القادمة موعدا هاما وأساسيا ومركزيا إنه درس فريد من نوأه درس سيلتقي فيه علم النبوة والشريعة بالعلم الغيبي والعلم اللدني وعلم حكم أحداث القضاء والقدر إنه درس لقاء كليم الله موسى عليه السلام بعبد الله الصالح الخضر هذا اللقاء سيحيلنا للحديث عن القصة الثالثة من قصص سورة الكهف المباركة جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة